طاع التربية في العراق بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة في ظل ظروف معقدة خلفتها سنوات طويلة من الحروب والأحداث التي شهدتها البلاد قبل وبعد العام 2003 إضافة للأثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا والتي شلت أغلب مرافق الدولة ومنها المؤسسات التربوية والتعليمية أكيد قناة التربوية التابعة للأوزاء التربية قد استفادت منها الكثير وخاصة في ظرف التعليم عن البعد في ظرف جائحة كورونا وأكيد هم المنسبين لهذا المكان هم أساتذة متميزين قدموا الأشياء الكثيرة الممكن استفادوا منها الطالبات والطلبة وكذلك التلاميذ على مستوى المدارس الابتدائية جائحة كورونا واجهنا هواية تحديات وصعوبات يعني أهم الصعوبات الجاية للدائرة للقناة يعني إحنا ككادر فني وكلجان علمية بصراحة بحيث بجهود المدير أحمد عادل وفر لهم خطوط خاصة تعرف يعني الجاية صعبة والتنقل بسياراتهم كانت صعبة فوفرنا لهم بعض اللجان يعني وصائت نقل هي تجيبهم وزارة التربية وعبرة التلفزيون التربوي أعدت خطة عمل تهدف إلى تحقيق منجز علمي يستهدف الطلبة بمختلف المراحل الدراسية وكذلك المعاهد التابعة للوزارة خلال فترة زمنية قصيرة من خلال تكثيف الجهود وترتيب الأولويات ووضع برامج متعددة في سياق تلفزيوني تربوي منهجي متوازن وكذلك عبر المواقع التعليمية الألكترونية أو الدراسة عن بعد كمنصة نيوتن والتي استطاعت أن تقدم خدمة كبيرة للطلبة والتلاميذ وتحظى بأكثر من 15 مليون متابع أسهمت بتحقيق نسب نجاح عالية وبتفوق شامل بعد بيان الوزارة بدنقل ملف التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد إلى مدير التلفزيوني تربوي تصدت مدير التلفزيوني تربوي بإنشاء ملاصة نيوتن التعليمية من خلالها قدرنا نقدم مجمل خدمات تعليمية للطلبة من ضمنها المحاضرات التعليمية من ضمنها كانت فكرة الحلول والتمارين الإسبوعية أنشأنا أخيرا بنك الأسلة ومشروع الاختبارات الإلكترونية أنشأنا منصة نيوتن هذه المنصة الرائدة أشوفها منصة شاملة لكل الدروس التعليمية لكل المحتوى العلمي المنهجي الذي يستهدف في الطلبة والتلاميذ فكانت انطلاقة حقيقية للتعليم عن بعدها منصة نيوتن حققت نجاحات على الفئة المستهدفة لمسنا فائدتها على أرض الواقع ليس فقط نحن كجهة متبنين لهذه المنصة أيضا حتى أجتنا تقييمات من جهات خارجية وجهات إقليمية حتى نقدر ننطلق بهذا الموضوع قناتنا قناة متخصصة بالعمل التربوي كل ما يمكن يخص العمل التربوي من الرياضة الأطفال ولغاية المرحلة الإعدادية العمل جدا متعب وجدا دقيق وجدا لازم يكون بحرص لأن المعلومة التي تطلع من القناة التربوية يعتمد عليها بكل المدارس وكل المراحل في مايو من العام 2003 كانت البداية الأولى والانطلاقة الحقيقية لأول تلفزيون تربوي تعليمي في العراق كانت هذه الانطلاقة بغية إيصال المواد ومناهجها إلى الطلبة من أجل تحقيق مستوى علمي كبير وفهم وتبسيط للمادة العلمية لتحقيق نتائج عالية في الدرجات النهائية من كل عام دراسي لبرنامج صباح الخير يا عراق مؤيد الفرطوسي قناة العراقية بغداد